نكون في حصة جديدة في إطار علوم الحياة والأرض حلصة اليوم سيتناولون ملخاص تهم درس علم ويراتة الساكنة هذا الدرس يدخل في إطار مقرار سنة تانيا باك علوم حياة والأرض والسنة تانيا باك علوم رياضية أليف إذن تعريف علم ويراتة الساكنة علم يهتم بدراسة تردوطات الحاليلات والأرماط الوراثية والعوامل المسؤولة عن إحداث تغيير في المحتوى الجيني للساكنة الساكنة مجموعة الأفراد المنتمية لنفس النوع المتواجدين في مجال الجغرافي محدد يتمكن فيه كل فرد من التزاوج والتولد من باقي الأفراد المنتمين لنفس النوع أول فقرة في هذا الدرس هذا أيضا كي قلناه في واحد الفيديو السابق أن هذا الدرس ينقسم الجوج دي الأجزاء الجلس الأول يتعلق بحساب تردوطات الحاليلات الجزء الثاني عوامل تغيير محتوى الجيني للساكنة إذن حساب تردوطات الحاليلات في هذا الحالة هذه تنعتمد على جوج دي المعادلات لحساب تردوطات الحاليلات على حساب وش عندنا تساوي السيادة أو عندنا السيادة المطلقة أو السيادة التامة إذا كانت تساوي السيادة لدينا العلاقة التي كانت تردوط الحاليل تردوط نمط الوراتي على الشكل التالي إذن فلا الحالي السائد تردوط الحاليل يساوي تردوط نمط الوراتي زائد مختلف الإقتران على إثنان مقسم على إثنان في حالة السيادة التامة في حالة السيادة التامة تردوط نمط الوراتي يساوي تردوط الحاليل أوس إثنان تردوط مختلف الإقتران يساوي إثنان عامل تردوط الحاليل غنقاد ضارف تردوط الحاليل بتي أ غاد نشوفو واحد الحالة باش نفهمو هاد السياء نشوفو الحالة التالية إذن عندنا الحالة التالية الحالة التساوي السيادة عندنا المظهر الخارجي A B B عدد أفراد وطلبو مننا نخرجو طرط الحاليل إذن غادي نطبقوا المعادلة التالية F ل A بغنى طرط الحاليل A F ل A يأي F A أو النمط الوراتي A زائد A B على إثنان مقسموش في الإشكالية التالية غادي نعوض مباشرة بالأرقام 100 زائد 200 على جوج أشنو الدلالات ديلة F ل A F ل A هي عدد الأفراد إذن F A هي عدد الأفراد اللي عنده المظهر الخارجي A أو النمط الوراتي A مقسموش على مجموع الأفراد بمعنى بمعنى هذه 100 اللي عنده غادي ناخدها ونقسمها على 200 زائد 100 زائد 100 0.25 ثم نحسب F ل A بمعنى F ل A B طرد ضد A بمعنى التالي عندنا 200 مقسمو على 400 ونقسمو على 0.5 هذا غادي نعوضو هنا هادي نجيو ونعوضو إذن عندنا 0.25 زائد 0.5 مقسمو على جوج وغادي 0.5 هادي 0.25 تعتاش هي عدد الأفراد اللي عندهم ممدر خارجي A على المجموع وهنا 0.5 هي عدد الأفراد اللي عندهم A B على المجموع مقسمو على جوج ثم تنطبق الصيغة والمعادلة التالية أن مجموع ترطدات الحاليلات F A بزائد F B يساوي 1 إذن ترطد الحاليل B يساوي 1 ناقص ترطد الحاليل A الثالي ترطد الحاليل يساوي 0.5 إذن طريقة لكي نعود في الإجابة لدينا الله يرضي لكم مجموع ترطد الحاليل لكي نتقل الفقراء الموالية عوامل تغيير محتوى الجيني للساكنة ما الذي يطلوب منه أو بطريقة أخرى كيف ستتعلق بعوامل تغيير محتوى الجيني الساكنة إذن سأعطيك معطيات واحد تمريم ويكون عندك واحد سؤال يقول تعرف على الظاهرة مسؤولة عن إحداث تغيير في طرد وإن تأتي تطلب منك مثلا أنك تقول الظاهرة تتمثل في الانتقاء أو الانحراف الجيني أو الطفراء أو الهجرة إذن سنقرأ هذا الملخص في إطار التعرف على هذا الظاهر لكي يكون لديك سؤال تحدد اسم الظاهرة أو الآلية المسؤولة عن إحداث التغيير سنختار واحد من هذا الرمعة إذن إذا كان الآلية هي الانتقاء سنعرف هذا الانتقاء أشتهيني الانتقاء هو اختيار الانتقاء آلية تطبق على الساكنة غير متجانسة إذن هذا الانتقاء لا يمكن أن يكون في الساكنة عندهم نفس المظاهر خارجي إذن على الأقل سيكون في التمرين جوج المظاهر خارجية حيث أفراد بمظاهر خارجي معين لهم القدرة نوع في جوج المظاهر خارجية واحد المظاهر خارجي سيجد بطردد كبير واحد المظاهر خارجي سيجد بطردد صغير سيطرح السؤال ما هو العام المسؤول عن إحداث تغيير بطردد المظاهر خارجية سيجد في المعطية التمرين واحد آدات أو وسيلة آدات الانتقاء سنعطي مثال مثلا إذا كان عندنا الفرشات الدكنة والفرشات بلون رماضي في واحد المنطقة ملوثة الفرشات الدكنة تستطيع تخفيم الطيور مفترسة إذا هالطيور تتقسي واحد المظاهر خارجي هالطيور تنعتبرها ماذا؟ تنعتبرها آدات الانتقاء إذا من تنقر التمرين وتلقى واحد الوسيلة المسؤولة عن إحداث التغيير هي التي تتقسي واحد المظاهر سواء كانت درجة الحرارة أو التساقطات أو مثلا كان شيء عامل بيئي تتمثل في العلاقات الغذائية التي تشتف الجدع مشترك العلاقات خاصة الافتراس مثلا إدخال قطط إلى مستودع وبيه الفئران فئران رمادي اللون وفئران سوداء الفئران التي تستطيع تخفى ستبقى باكترا وقال نضع الخارج إذن هنا هذه القطط ما هي إلا آدات أو وسيلة الانتقاء ومن يقول لنا الآلية سنقول هي الانتقاء إذن تلخص لو قطط يكون عندي تمرين ألقى سؤال حدد الآلية المسؤولة عن إحداث تغيير في ماذا في المظاهر في تردودات المظاهر الخارجية في المعطايات ديال التمرين في الجمع اللي يعطي يعطوني راكين واحد الوسيلة أو أداة باش ممكن يكون الانتقاء مثلا في واحد المباراة تنتقي على حساب النقاط إذن الوسيلة ديال الانتقاء هي النقاط في اختلاف تردودات المظاهر الخارجية راك ضرور يكون عندي إما كائن مفترس أو إحدى أدوات الوسط البيئي متمثلة في الضغط درجة الحرارة أو مثلا تساقطات أو العامل ديال الرياح مثلا بالنسبة الانتقاء كين فيه ثلاثة ديال الانواع هناك انتقاء متبت يؤدي إلى إقصاء المظاهر الخارجية اللي كاين في الطرفين شنوما المظاهر الخارجية اللي كاين في الطرفين هما اللي تلقوا فيهم مثلا بالمثال التالي غادي يلقوا إلا أخذين عندنا واحد ساكنة فيها ا إذن غادي ناخدو ساكنة بالشكل التالي إذن ساكنة كين ثم و وأبي كيف شتوا في الدراسة ديالنا ديال القوانين الإحصائية لوقيتها فشل تساوي السيادة ترطض كبير تيكون عندها المظاهر خارجي هذا ما اللي بيكون فين إلا رسمنا المنحانة ديال غوصل تيم التلتو زي الساكنة هذا الرسموه بالشكل التالي إذن عدد الأفرار وهنا المظاهر الخارجية ستلقى المنحانة ديال توزيع الساكنة بالشكل التالي عددنا أبي مملع عندهم الأغلبية وهنا عندنا المظاهر خارجي أ هنا المظاهر خارجي بي مثلا إلا قلنا انتقاء متبت غادي ادي لقصاء هاد المظاهر اللي كين في الأطراف انتقاء اتجاهي تأدي إلى إقصاء أحد المظاهر واحد من هاد اللي في الأطراف انتقاء تباعدي تأدي إلى تتبيت هاد المظاهر بمعنى غادي يقصي هاد المظاهر أبي ولا ما غادي ش يلقاه وغادي ولي ان توزيع بالشكل التالي إذن غادي تولي القمة كان في بي وفق وبالنسبة المظاهر خارج أبي سيختفي إذن الأداة الثانية المسؤولة عن إحداث التغيير في المحتوى الجيني الساكنة لانحراف الجيني ما هو الانحراف الجيني هو آلية تؤدي إلى تقلبات عشوائية بمعنى تغييرات عشوائية في ترتضات الحاليلات تنتهي بإقصاء حاليل وتتبيت حاليل نتيجة التعيان بمعنى عينة الأمساج التي تحدث لها الإخصاب وباقي الأمساج لا تستطيع الالتقاء إذن في واحد تمرين من يمكن نطلب مننا تحديد الآلية المسؤولة عن إحداث التغيير كيف سنقول الآلية تتمثل في الانحراف الجيني أو بالطرقة أخرى أشنا مواصفات تمرين للآلية المسؤولة عن إحداث التغيير الانحراف الجيني المواصفات تمرين بالشكل التالي تكون لديك معطيات تمرين حسب الأجيال بالنسبة المعطيات التمرين ستكون للشكل التالي عندنا طرطوض الحليل داخل واحد الساكنة ستكون لديه واحد القيمة معينة في واحد الجيل من الأجيال ثم في الجيل الموالي ستغير هذا القيمة ثم تعود تغير في الجيل الموالي إلى أن تنتهي في الأخير إما بصفر أو تصل القيمة واحد دون أي تدخل من أي طرف خارجي إذن تقلبات عشوائية إنه لا يمكن تدخل في التمرين بحال تلقى آدات أو آليات مثلا في الافتراس أو التلوت إلى ما ذلك بالنسبة للانحراف الجيني فهي تردوضات تردوضات تلقائية من الجيني إلى الآخر إذن ستلقى في كل جين تلقى قيمة غير تابتة تتغير تالينا تحدث عن انحراف الجيني الحالة الخاصة التي تتشبه الانحراف الجيني تسمى المفعول مؤسس إذا مقصود المفعول مؤسس هو هجرة ساكنة ذات حجم صغير تعيش معزولة تنتهي في إقصاء حليل وتتبيت حليل إذن هذا المفعول مخصوص يتخلط لنا مع الهجرة وكما نخلطوش مع الهجرة سنردو المعطايا التمرين ساكنة ذات حجم صغير وتعيش معزولة سنردو من بعد الهجرة العكس تعد ما قلنا إذن هجرة ساكنة ذات حجم صغير وتعيش معزولة إذن سنفهم من خلال المثال التالي نفعول المؤسس إذن ساكنة أصلية المدار خارجي A المدار خارجي B ومدار خارجي B في هذه الساكنة هذه سيتهاجر فقط مجموعة صغيرة التي فقط المدار خارجي B ويعيش معزولين بميناء لا يمكن إحتران تدفق عناصر مهاجرة لا يمكن التواصل مع الساكنة هذه إذا نحسب هنا تردد F A هذه القوة 0 F B سيتطور تساوي 1 إذن انفعول مؤسسة هو هجرة ساكنة ذات حجم صغير تعيش معزولة شيء الذي يؤدي إلى إقصاء حاليل إحنا رقنا F L R هو يقول السفر F B وتتبيت حاليل ولا F L B ترطد حاليل B تساوي 1 إذن الأداة الثانية التي تغير محتوى الجيني الساكنة الهجرة الهجرة كي نجيش الأنواع كي الهجرة وحادية الاتجاه من القارة في تجاه الجزيرة تؤدي إلى توحيد ترطد الحاليلات في القارة والجزيرة إذن هو الفرق بالمفعول مؤسس وبالهجرة وحادية الاتجاه أنا مفعول مؤسس تتهاجر مجموعة دي الأفراد بالحجم الصغير وحد ساكنة بحجم صغير وتعيش معزولة بينما هنا من القارة تهاجروا مجموعة دي الأفراد اللي تيندامجوا وتتوالدوا وتتزوجوا مع ساكنة الجزيرة الشيء الذي يؤدي إلى توحيد ترطد الحاليلات داخل ما بين ساكنة الجزيرة وساكنة القارة الهجرة متعددة الاتجاهات في الأرخابيل مثلا في الفلبين الأرخابيل مجموعة دي الجزر تيكون تبادل دي الهجرات كل جزيرة تستقبل ثم تعطي تدفق هجري تتوحدوا وترطد هجري وتاليوا عندهم نجس ترطد ددا إذن الحساب ترطد الدد الحاليلات في الجزيرة بعد استقبالها لتضفق الهجري Psalm التضفق الهجري وبت Sam هو N عدد الأفراد المهاجريين على N عدد ساكنة الجزيرة زائد N صغيرة وتستعمل الصيغة التالية إذن F دو A هذا طرد ضد الحليل داخل ضد الحليل داخل الجزيرة بعد استقبال تدفق الهجري يسوي 1 نقص M ضرب F1-A اللي هو طرد ضد الحليل داخل الجزيرة قبل استقبال تدفق الهجري زائد M ضرب F0 للحليل السائد اللي هو طرد ضد الحليل داخل القارة ثم وعندنا كذلك الأداة الأخرى التي تؤدي إلى إحداث تغيير في المحتوى الجيني الساكنة الطفارات جوش الأنواع كانت تفرز سبغية اللي هي تغيير في الشكل أو عدد السبغيات تغيير في الشكل أو عدد السبغيات ثم عندنا التفرى الموضعية تتمتل إضافة فقدان أو استبدال نيكليوتيد أو مجموعة من النيكليوتيدات بالأرضين انفعول التفرى انفعول التفرى أو التأثير ذيال التفرى لا يتضح إلا في الأجيال المقبلة تؤدي إلى إغناء إذن تزيد واحد مجموعة ديال الحاللة داخل ماذا المحتوى الجيني للساكنة إذن مثال الساكنة التالية كانت بمظهر خارجي من بعض توقع واحد تفرى فالجوش العناصر سيظهر مظهر خارجي جديد اللي هو بيت الثالث تؤدي إلى إغناء المحتوى الجيني الساكنة إلا أن نسبة ديالة تحدوط التفرى جد ضاعفة تتخلي تأثير ديالة صغير جداً إذن تكلمنا بثافة المرات على المحتوى الجيني للساكنة إذن حال الوقت باش نعرف واشنه والمحتوى الجيني للساكنة هو مجموع الأنماط الوراثية والحليلات داخل ساكنة هنا غاد نرجعوا لهذه الخاصية هذه هنا الوقتة فاشتا نحسبوه في حالة السيادة التامة تنطلقوا مكون الساكنة في حالة توازن هاردي وينبرغ أشنا هو قانون هاردي وينبرغ إذن قانون هاردي وينبرغ في الساكنة النظرية المتوازنة تظل ترددت الحاليلات والأنماط الوراثية تابتة من جيلين إلى آخر واشنه ما الشروط ديال هاد الساكنة النظرية أنها ساكنة المتعضية تنائية صفغية ذات حجم كبير توالد يتم صدفة غياب عوامل التي تؤثر في المحتوى الجيني للساكنة من طفران تقاء انحراف جيني إذن آخر فقرة هاد نتكلموا على التطور الضمنوي ما هو التطور هو تراكم مجموعة من التغييرات تحت تأثير هاد العوامل شنال انتقاء انحراف الجيني ثم الطفران إذن قبل ما نودعكم هنا العنوان ديال الفيسبوك ثم هاده رقم التواصل برسائل صوتية عبر الواتساب لأنها تربح الوقت بزاف وممكن نتواصله بشكل أفيد لأنه كان بعض الامر التي تكتبوه العربية والفرنسية بالتالي ما تكون شواء بحمزيان الميساجي تنتظر أنه يكون تواصل صوتي الرد على الرسائل ديالكم وعلى الاستفسارات ديالكم غادي نخصص يوم لأحد ان شاء الله للرد على الرسائل ديالكم كان بعض الامر يطلبوه أنه ندير تمارين في الفيدي اف ان شاء الله انطلاقا من شهر ربعة وشهر خمسة غادي نديرو تمارين في الفيدي اف وغادي نحاول نديرو حصاص مباشرة بحال شكل ديال القسم لمدة ساعتين غادي نتخرجون تمام قبل هاداك البي دي اف وغادي نكون عندكم تمارين وغادي نسمع الإجابات ديالكم مباشرة عبر الواتساب بحالة معاكم في القسم غادي نكون تواصل بيني ويلكم مباشير صوت بالصورة بتدخول ديالكم المباشرة عبر هذا الرقم اللي تيبان على في الفيديو دابا ديال الواتساب الى اللقاء في الحصة المقبلة ان شاء الله